توقعات الابراج لهالاسبوع من 20 ايار وحتى 26 ايار مع عامة الفلك جمع نقبيسي وبرج الحمل برج الحمل بيبدأ بالتحديات بتحدى نفسه بتحدى الاخرين وتحدياته بمحله رح تكون رؤسيه رح يشار اليه بالبنان الاشخاص الكير رح يحكي باسمه رح يطلع من رتبه الى رتبه اكبر حتى رؤسيه رح يعني يعطوه منصب اكبر من المنصب اللي هو يحامله كأنه بتخترع شي مولود الحمل او بتخترعهم فكرة انه يطوروا الشركة اللي انت عم تشغل فيها اول عمر اول مشروع فانت باعلى المراكز رح تكون خلال هالاسبوع بالنسبة لمولود الثور اللي انت هلأ محتار بين قلبك وعقلك فانا بقلك اختار بقلبك لانه قبل بمرة اخترت بعقلك وتركت فاختار بقلبك شيك حياتك وما تهتم للاخرين ما تاخد اللي بيهوى امك وابوك خود اللي بيهوى قلبك لانه دايما بالقلب انت الكسبين بالنسبة لمولود الجوزاء فيه مؤتمرات رح تطلع فيها ان شاء الله فيه حتطلع المنابر فيه عدة اشياء رح تقوم فيها عملية شي بخص المصاري بدي يشتغل فيه الكريبتو كمان بيحب مولود الجوزاء لانه هوائي ما بيحب يكون العمل روتيني فالروتين رح تطلع منه ورح تطلع على اعمال الجديد اللي فيها حركة واي اشي عم يطلع شي جديد اكتشافاته حنا نشوفك بالاولوي مولود الجوزاء خلالها الاسبوع مولود السرطان الامر بمراحله حلوة فهيدخل برج العقرب فهناك توافق بينك وبين المولود العرب ممكن على عمل وممكن لبعض الاشخاص مشاركة عمل خارج ارضك والسفر موجود عندك ومطلوب انت لهذا المشروع ومطلوب انك تحضر حالك كمان لسفر اما بالنسبة لمولود الاسد لانت ناطر صارك زمان اتصال موافقة على وراء انونية مقدمها كل شي بالانون رح يصير بس فيه حنا نتلاعب لك بهذه الوراء لكن هلأ رح تكسب ان شاء الله قضية قانونية باذن الله ورح تمسك حقك بيدك ان شاء الله ان كان مالي ان كان عملي ان كان حتى معنوي او ان كان بيت حصول على بيت مولود العزراء مزرعة كبيرة بتاخدها ما بعشو اشياء من الحيوانات بدك تشتغل فيها مواد غزائية رح تشتغل فيها رح تغير مصار عملك الى اعمال تانية يعني من ادارة الى اشياء غزائية او شي بيعطي تنقول دواجين بقر حيفتح هيك مزرعة مولود العزراء او انت هيك ما حقولك امح لانو انت الامح موجود عندك بحياتك لكن انت حتكون بالدواجين بالمواد الغزائية بكل شي بيع وشيرا بشي بتاكل اكيد بالنسبة لمولود الميزان لا يخاف عليك انت وبساط الريح على رحلات عدة رحلات هالاسبوع ممكن ثلاث سفرات تقوم فيهن لكن عندك عدة اجتماعات بكل بلد في اجتماع وممكن هالاجتماعات اجتماعات ثلاثة بيكون ببلد واحد لكن بكل واحدة بمنطقة رح تتنقل فيها ان شاء الله وخاصة لانو الميزان هايدي الفترة وهدي الشهر ونوص هيكون اكتر شي لنا بقطر بين قطر امارات السعودية هايدي الاشهر رح يشوفوا فيهم خير كتير موليد الميزان باي بلدك كانوا كانوا بلبنان عندهم صفر بهديك البلدهم كانوا بهديك البلد عندهم انتقلت ببلادهم وان كانوا بسعودية عندهم مثلا من جدة لرياض من رياض من لدمة يعني بهالاشي في عندهم التحركات وتنقلات اما بالنسبة لمولود العقرب خبر صار بيسر قلبك ان شاء الله بتبكي دمو فرح هذا الخبر نطرته من زمان ولكن عندك فتح اعمال جديدة او فتح مشروع جديد تتردد فيه كتير لتوافق عليه فخد وقتك بالتفكير قبل ما تقول ايه او لا وانا بفضل تقول ايه ما تقول لك ابدا لو انه الوقت دايق عليك هلا شوي دايق بيكون بعدين بيصير عندك متسع من الوقت انك تقوم فيهم هلا يمكن عدة مشاريع مش مشروع واحد بس رح يكون بالنسبة لمولود الكوس ميلك عم يتحسن ما شاء الله امورك ميسرت امور عم تصير على احزم ما يرام وصحيا انت كتير منيح ما تخاف بيخوفوك بعض الاطبه بشيه لكن بتجع بتتحقق منه بيطلع عكس ما هنه اصورو لك يه بالحسب التشخيص يعني حسب ما شخصو لك يه لكن الفحوصات تطلع عكس ما يعطوك الكلم بالنسبة لمولود الجدي بيت الجدي بتسكنه ان شاء الله وبترتاح واخيرا الراحة النفسية والعائلية رح تكون بسكن جديد وهيدا اللي انت كنت عم تسعى لإله كلها طوال هالسنة بالنسبة لمولود الدلو نعام صادرة والواردة موجودة عندك مويل طائلة رح تحصل عليها رح تشغلها شيل بعض بالدهب بعض الاخر اشتري الدهب مولود الدلو لانه الدهب رح يطلع كتير بعد مع مرور السنين رح يكون هو الدهب بالطليعة فانت ومولود الحوت لانه كنت عنكم نعام صادرة والواردة تنيني لكم تشباه بعضكم تنيني لكم تشتروا الدهب حاولوا جيكم اموال كتيري خريك مع مولود الدلو اموال كتيري جيتك حاول نص للدهب وراح تدعيلي بعد كم سنة لانه رح تتفاجأوا بالدهب اداه حيكون سعره لينا الدهب هلا بدو ينزل شوي اسئله طلعات كتيري من هون لثلاث سنين لسنتين حتصير القنصة ثلاث تلاف من هون لخمس سنين حتصير القنصة بخمس تلاف طبعا كله صار عم يدخر ايه هلا لطولي هلا اللي موح بشي لقنصة وونسطين موقولي انا موح بشي 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 بكون فيه هولي موح اموال طائلة يعني حيجي الوقت الورق ما هو شي كالشي رح يتحول يعني مطلع هلع منشوف كالشي سريع هيصير الوقت اللي شيء اسرع من اللي نحن هلا نحن فيه هيكون اسرع هيصير غفلة ما هيلاقي دهب او ما هيلاح يشتري دهب او لانه رح ينفد وانا من خمست عشر سنه او من عشرين سنه كنت احكي هادا الشي من زمين قلت لهم شيلوا دهب وخبوا دهب من عشرين سنه الا انا محسوب تلك ما شلت ولا شيء خاطم ما شلته ما بحب كنت الدهب ابدا فما بحب اعمل شيء انا قبل بوقت بخافت منه يعني يمكن هادا نوعي بس بنصح غيري يكون عنده جراءه اكتر مني جريء انو يخبي انو مان كنت جريء اخبي كنت خاف انو خبي ويطلع بالاخير مش لقلي عرفتي كيف يعني الواحد بيرحل قبل ما يتمتع فيهن بس لك جعنا وصلنا للزمن قلت ياريتني كنت شايلة من عشرين سنه فواحنا بيعارف قداش بيعيش وقداش هيدا اما انت مولود الحوت بقولوا ختامه همسك انت موجود بكل مجتمع رح تكون ملفت للانظار مصوب عليك الانظار اعجاب وحسادك كتير عكل الاحوال حصن حالك حتى من المعجبين لحصنتك من عن امك وابوك فكيف انت يا مولود الحوت من الغرباء فاكيد حصن حالك من عيون المعجبين ومن عيون الحساد هالسفون اشتركوا في القناة